اهلا بيكم مشاهدين مرة تانية وبنحب نفكركم إلا هتفوتوا الفقرة أو فاتوا اليوم أو عايز يشوف فقرة معي أنا ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة ومكان العين رقم ثلاثة وممكن تتواصلوا معنا على تويتر نهارك سعيد بردو كلمة واحدة أو تتواصلوا معنا على الفيسبوك جروب بتاعنا فقرتنا دلوقتي عن مباريات الدوري الممتاز وطبعا مبروك للأهلين الفيز واحد صفر على اتحاد الشرطة في المباراة اللي تمت انبارح باستاذ القاهرة وأحرز الهدف محمد أبو تريكا في الدائرة السبعين من المباراة في المباراة دي سمحت الداخلية بدخول الدركتين الثانية والثالثة مجانا وطبعا نحييهم على ذلك وانه المطش تم تأمينه وعد على خير نتمنى انه الاوضاع تتضبط في بلدنا لكن المهم جدا في فقرتنا ان احنا هيكون معنا النهاردة اعلامي ومحل الرياضي لكن كفيف ويمكن دي ناس كتير جدا هتستغربها لكن احنا هنسمع منه تجربته وهنعرف منه هو ازاي بيقدر يعمل ده هيكون معنا أستاذ محمود عباس الاعلامي والمحل الرياضي صباح الخير صباح الخير سعيد جدا جدا موجودي مع حضرتك النهاردة ووجودي في البرنامج ويا رب كده ان شاء الله نضيف حاجة للمشاهدين امتنا مانا يا فن ان شاء الله ان شاء الله أستاذ محمود انت ازاي احترفت التحليل الرياضي ويمكن كل الناس اللي قاعدة في البيت دلوقتي بتتفرج علينا معرفش هم عددهم كان مليون لكن كلهم اكيد بيسألوا سؤال واحد ازاي حضرتك تقدر تحلل ماتش كورة من غير ما حضرتك تشوفه تمام بصحك الحكاية طبعا ممكن تكون مش تقلدية او جديدة شوية بس هي الحكاية كلها ان لما الواحد بيحب حاجة وبيدخل جواها اوي وبيتعمق فيها ممكن هو يعمل فيها حاجة قد تكون يعني زي ما نقولت جديدة الحكاية بدأت معايا من وانا عندي تسع او عشر سنين من وقت ما كنت بسمع مباراة الكورة في الراديو يعني كان يمكن عندي راديو صغير كده كان دايما في ايدي اثناء المتشاط كنت بسمع التعليق كنت بحفظ اسامي اللعيبة ابتدت ان انا خش بعد كده ان انا افهم بقى مراكز اللعيبة افهم يعني ايه حالس مرمى يعني ايه خط ادفاع يعني ايه خط وسط يعني ايه اتنين مهاجمين فابتدت اخش في الحكاية شوية كلام ده كان عندي حوالي عشر احداشر سنة ابتدت الحكاية تخش معايا في ان انا عايزي بقى ليه بقى علاقات في الحاجة اللي انا بحبها دي كل ده انا لسه مش في بماغي لا اعلام ولا تحليل ولا اي حاجة هي مجرد حاجة بحبها وهاوي يعني ان انا اسمعها دايما ان انا اتعرف على الناس اللي بيقدموها سواء موزعين سواء معلقين ابتديت ان انا يكون ليه علاقات بناس كتير قوي من المعلقين الكبار الحقيقة كل ما كانوا بيعرفوا ظروفي كانوا بمبسوطين جدا في حد يمكن وانا مش مش يعني مش انا الواحد اللي بحب الكورة في ظروفي لأ فيه ناس كتير قوي بيحبوا الكورة مكفوفين وهي يمكن بالنسبة لهم حاجة كبيرة قوي يعني بتستحوذ على قدر كبيرة قوي من كلامهم حتى مع بعض فالناس اللي هي احتضنتني معلقين كبار جدا موزعين على اعلى مستوى في مجال الاعلام بقى ليه اتصالات بيهم وانا كل ده عمري ما بلغش 13 سنة ابتدت الحكاية ان انا يعني ما دخلش بقى في ان مجرد ان انا بس معلقة ده انا بتناقش كمان وبتناقش مع قامات كبيرة قوي فابتدوا يسطلوني الحقيقة ابتدوا يفهموني حاجات كتير قوي انا كان صعبة فهمها من غيرهم ابتدوا يخشوا معايا في فنيات ابتدوا يقولوني المفروض الفرقة الفلانية كتتعمل كذا النهاردة الفرقة التانية كتتعمل كذا ابتديت انا كمان ادخل معاهم في منقشة فنيات اختلف معاهم في الرأي اتفق معاهم لغاية ما لقيت يعني الناس يعني هما الناس دون نفسهم اللي بيقولولي انت ابتديت ان انت يبقى عندك وعي كبير قوي بفنيات الكورة وفنيات الملعب وفنيات المستطيل الاخضر على الرغم من انك مش شايفه فالخيال اللي وصلني عن القصة دي كلها على مدار 13 سنة ان انا تخيلت الملعب كاملا رسمت له صورة الصورة دي اعتقد ان هي مش مغيرة او يعني لا تغير بالمرة الصورة الواقعية للملعب ابتديت ان انا افهم داخليات حاجات ممكن ان هي تكون موجودة فبالتالي ما بقيتش محتاج للنظر في حاجة ما بقيتش محتاج ان انا تكون شايف مباراة مجرد ما بسمع الى معلق اللقاء وهو بيوصف المباراة وهو بيوصف الكورة عند اللعيب الفلاني ان تقلب منه راح تلعيب الفلاني انا ببقى عارف المراكز فببقى عارف التقسيمة في الملعب ماشي ازاي الكورة اتنقلب من حالة الدفاع ابتدت ان هي تبقى موجودة في اللجوم دخلت منطقة الجزاء وما الى ذلك فابتدت الحتة الفنية دي بالنسبة لي لا تحتاج الى نظر وابتدى ان السمع يحل محلها بالنسبة لي فالحكاية ان خلاص يعني وداني بقى تعيني القصة كلها ان هي يعني حاجة بتعوض حاجة فاتمنى ان انا كون وصلت للناس القصة الى حد ما يعني ان انا كون استوفيت الوصف يعني مش عارف هل الناس ابتدت تتخيل القصة دلوقتي ولا لأ طيب خلينا نسمع من حضرتها في تقيمك لمباراة امبارح ما بين الاهلي والتحدي لو هتكلم عنها هقول ان هي مباراة كانت ما قدرش اقول عليها ابدا ابدا انها مباراة من طرف واحد الفرقتين الحقيقة كانوا ندين قويين جدا جدا لبعض عشان نخش في الفنيات بسرعة النادي الاهلي بدأ المباراة بتشكيل الى حد ما كان فيه مفاجآت ابتدى بشريف اكرامي في احراسة المرمة ابتدى بحسين غالي لبرو تحت واق الجمعة واحمد السيد اتنين مستكين على اليمين كان احمد فتحي على الشمال احمد شديد اناوي المفاجأة اللي ابتدى بيها مستر مانو الجزين هو ابتدى في نص الملعب اتنين ارتكاز او اتنين هاف ديفندرز وطحين اللي هم حسام عشور وشهاب الدين احمد كان دايما بيبدأ بحسام عشور كديفندر واحد ثابت ويبقى مثلا يعني في نص الملعب عبدالله الصعيد ووليد سليمان تحت اتنين مهاجمين يقيمة مثلا جونيور وجده يقيمة ابو تريكا وجده ايا كان سيد حمدي المهم انه كان بيبقى فيه اتنين روس حربة سبتين تحتهم اتنين اطراف اللي هم زي ما انا قلت مثلا نساي ووليد سليمان وعبدالله الصعيد فالقدرة الهجومية كانت بتبقى موجودة بكثرة للنادي الاهلي مستر مانو المعملش كده امبارح زي ما قلت هو دفع بحسام عشور وشهاب كانتين ديفندرات سبتين فقللت القدرة الهجومية شوية بالنسبة للنادي الاهلي لان خلت عبدالله الصعيد موجود مع جده تحت المهاجم الصريح الوحيد اللي هو دومينيك دا سيلفا امبارح طبعا البدء بدومينيك في يعني من بداية المباراة كانت مفاجأة كبيرة او مفاجأة تانية لان لعيب مبتعد عن المباريات اكتر من يعني بقاله شهور منزلش الملعب وانهو يبدأ اساسي في المباراة دي كانت الحقيقة حساسية المباراة مش موجودة عنده يعني اكتر من كورة لقينا ان دومينيك دا سيلفا بيتعامل معاها بشكل الى حد ما حسسا انهو تنقصه تماما عملية حساسية المباريات على الجانب الاخر ابتدى نادي الشرطة باحمد سعد في حراسة المرمى لعب اربعة اربعة اتنين اتنين مساكين كان احمد دودار وحسام عبدالجواد على اليمين كان نضى العزب وعلى الشمال كان فتحي مبروك اتنين لعب بردو باتنين دفندر محمد الفيومي وعلي رابو ناحية اليمين كان معروف يوسف وناحية الشمال كان حسام عبدالعال تحت الاتنين المهاجمين صلاح عشور وخلت امر كابتن حلمي طولان ابتدى المباراة بشكل دفاعي واضح جدا ان هو عايز ان هو يأمن نفسه دفاعيا وده ظهر الحقيقة من زي ما انا قلت هو عنده اتنين كان حاططهم كساتر دفاعي في نص الملعب اللي هم محمد الفيومي وعلي رابو وكان واضح جدا جدا عملية التأفيل من الاطراف ومن العمق اللي كان عملها كابتن حلمي طولان لان هو مدخل خلى رضا العزب موجود باكيمين قدر ان هو يحجم تماما تماما تواجد احمد شديد اناوي من الناحية الشمال وقدر على قدر كبير ان هو يمنع زيادة احمد شديد اناوي لنص الملعب ويمنع الكرات العرضية اللي ممكن هي تشكل خطورة كبيرة جدا بالنسباله من ناحية تانية كمان كان عنده اتنين يعني اعتقد ان هما قدوا دورهم على اعلى مستوى في الشرط الاولاني احمد دودار وحسام عبد الجواد لان النادي الاهلي عنده اتنين يقدروا ان هما يخترقوا من العمق بشكل كبير جدا اللي هما عبدالله السعيد ومحمد ناجي جده فالهجمات اللي من العمق اللي كانت ممكن تتعامل مبارح من النادي الاهلي في الشرط الاولاني كانت كلها يا اما يعني بتوصل لدفاعات او العمق الدفاعي لفريق اتحاد الشرطة اللي هو احمد دودار وحسام عبد الجواد وإما كانت بتبقى ممكن تكون للكثرة العددية أو يمكن للزحمة اللي كان عملها كابتن حلمي في نص المرعب كان بيبقى فيه مسبس كتير جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي فإذر كابتن حلمي طوله من خلال ده أنه هو يخرج بالشغط الأولاني بالشكل اللي هو عايزه أو بالمنطق اللي هو ماشي به من بداية المباراة أنه هو على الأقل ياخد نقطة التعادل من النادي الأهلي ويمكن ده السبب أنه ناس كتير قالت أن الأهلي فاز بصعوبة جدا لأنه يدوبك الجون جي في الديال سبعين وما كانش فيه أي خطورة أكتر من كده لكن الهدف جي مش عشان يعني يمكن برضه عشان نكون يعني ما دناش أو يمكن ما قللناش من التفكير اللي عمله مستر مانو الجزين بارح هو قدر أنه هو يقرأ المباراة كويس جدا جدا في الشغط الأولاني فالشغط الثاني استدعى أنه هو يعمل مجموعة من التغييرات أعتقد التغييرات دي كانت مؤثرة بشكل كبير جدا قدر أنه هو ينزل سيد حمدي ويخرج شهاب الدين أحمد وده اللي احنا تكلمنا عنه في أول الفقرة لما قلت لحدك أنه هو لعب باثنين هاف ديفندر السبتين فخرج واحد فيهم اللي هو شهاب الدين أحمد ونزل مهاجم تاني صريح اللي هو سيد حمدي عشان عبدالله السعيد قد يرجع مع حسام عشور في بعض الأحيان يعمل الوجب الدفاعي أو يبقى ديفندر تاني لكن هو ما كانه أنه هو يلعب كظهير في الجبهة اليسرى نزل كمان سيد معوض وأخرج بأحمد شديد إناوي لأنه لقى زي ما قلنا أن ريد العزب قادر أنه هو يتعامل مع أحمد شديد إناوي بشكل كبير جدا فحب أنه هو يقوي الجبهة اليسرى دي شوية فنزل سيد معوض وكان التغيير الأكثر من رائع من وجهة نظري هو التغيير اللي عمله بنزول محمد أبو تريكا وخروج دومينك دا سيلفا الناس كلها كانت بتتكلم مبارح عن أن فين وليد سليمان وإزاي ما يدفعش مستر مانويل جوزيب وليد سليمان لكن يعود مانويل جوزيب مرة أخرى يعني بعد غياب فترة طويلة جدا إلى ابتكاراته أو الحاجات اللي الناس ممكن تكون مش واخد بالها منها أو مش حساها ويصدق مانويل جوزيب الدفع بمحمد أبو تريكا محمد أبو تريكا الحقيقة مبارح قد مباراة رائعة جدا جدا من زمان ما شفناش أبو تريكا بيتحرك التحركات اللي كان بيتحركها مبارح من زمان ما شفناش أبو تريكا بيقدر أن هو يكون محطة هجومية رائعة جدا لنفسه ولكل اللاعبين اللي موجودين جوزي كبير برضو أستاذ محمود أنه أبو تريكا يعني لو لعبته دلوقتي برضو اللعيب كبر والإصابات والحاجات فلو نزلته من أول الماتش بتهلك ولكنه بتنزله في الوقت المناسب بالنتيجة المطلوبة طيب أستاذ محمود عشان بس فقرتنا قبل ما تقرأ سألتك عن حاجات تانية كتير فالماتش احنا طبعا سمعنا تحليل رياضي هايل من حضرتك لكن أنا عايز أعرف حضرتك بتستخدم طريقة برايل إزاي كإعلامي أنا بس عشان كابتن حلمي ما يزعلش أنا أقول لكل حاجة في نص دقيقة فليه الشرطة قدى مباراة رائعة جدا جدا يمكن الحاجة الوحيدة الافتقادها نادي الشرطة مبارح أنه ما قدرش يحول الأداء بشكل عملي من حالة الدفاع لحالة الهجوم بعد ما دخل فيه الهدف إلى أن نادي الشرطة من أحسن ومن أفضل النوادي اللي بتقدي السنة دي متمنى له التوفيق مع كابتن حلمي طولان إجابة على سؤال حضرتك أنا بستخدم طريقة برايل إزاي في المجال الإعلامي القصة أن أنا يعني وقت ما يكون عندي استوديو تحليلي بكتب تشكيل الفرقتين زي الورقة دي كده بالضبط الورقة دي مكتوب فيها تشكيل الفرقتين بالرسمة اللي أنا ممكن ترفعها ناحية صدرها بحس أن الكاميرا تجيبها من قريب شوية عشان الناس تشوف هي الورقة مخرمة بحيث أن هو يقدر يتلم كده كويس أنا أرفعها كويس جميل فعند هو يمكن الكاميرا يريد تجيبها لناس تقرب شوية عشان الناس تشوف الحروف مكتوبة الزي هي الناس هتستغرب شوية لما تشوف الحروف لأن هي حاجات بالنسبة لهم تبين ملزقة في بعضها شوية أو حاجات متشابكة هي النقاطية هي من أقطة بالزبط بالزبط فأتفضل فأقول لحرضك أنه أنا بكتب تشكيل الفريقين وبيبقى قدامي بالرسمة اللي أنا متخيلها للملعب إلى حد كبير فبتساعدني أن رسمة الملعب قدامي وأنا بحلل بتبقى موجودة قدامي وبقدر أن أنا بمتكلم عن المنطقة الوسط مثلا وسط الملعب لأحد الفرقتين بتبقى موجودة منطقة الدفاع موجودة منطقة الهجوم يعني كأنها رسمة كده بسيطة لشكل المستطيل الأخضر فبالتالي بتفيدني جدا جدا وأنا بتكلم لو في حاجة سقطت من دماغي لو في حاجة ممكن تكون ذاكرتي خانتني فيها أعتقد أن دي بتفيد طيب أستاذ محمود ختاما لكلامنا بقى بعيد عن الكورة حضرتك كان ليك رأي في الأحداث الحالية وكنت حابب تقول كلمتين تفضل مع حضرتك من البداية أعلنها صريحة أنا من المنتمين لميدان التحرير قلبا وقالبا أنا من المنتمين لي بكل جوارحي وبعلنها زي زي ناس كتير جدا أنا مستعد أن أنا أبدل عشانه وفيه أي جهد وأن أنا ضحي بأي حاجة من أجل أن تستكمل هذه الثورة مسيرتها أنا هقول جملة بسيطة كده تلخص الوضع وبدون الخوض في أي تفاصيل لكن أعتقد الناس هتفهم فحوة يعني اللي أنا عايز أقوله من الجملة اللي هقولها للأسف الشديد حاجات كتير قوي قوي حصلت الفترة اللي فاتت كانت مؤلمة لكن أكتر حاجة تقلم الواحد لما يحس أن ورد الجناين اللي فتح في مصر الناس اللي كانوا بيترفوا على الأعناق هم نفسهم نفس الناس دلوقتي اللي بيوساء إليهم وبيتعموا بأنهم بلطجية وبيتعموا بأنهم مخربين وبيتعموا بأنهم عايزين يخربوا البلد الثوار دل هم نفسهم اللي وقفوا وحاموا المتحة في المصري بأجسادهم يوم 28 هم اللي في حريق المجمع العلمي في الأحداث الأخيرة دخلوا وكان ليهم دور كبير في إنقاذ الكتير من الكتب دعوة لكل الناس اللي بتتفرج عليها دلوقتي بصوا لحالكم بصوا يعني تأملوا الموضوع كده بدون التحيز لطرف ضد طرف وبدون التحفز ضد طرف معين بعينه هتلاقوا حاجة واحدة بس هتلاقوا إن هؤلاء الثوار الثوار المثاليين ما عندهم شغل هدف واحد مستعدين إن هم يعملوا عشانه أي حاجة ولا غيره أن تستكمل الثورة زي ما أنا قلت مسيرتها وأن تعبر هذه البلاد إلى بر الأمان أو أن البلد دي تكون بجد أعظم وأجمل بلد في الدنيا أنا هستأذنك وحادتك بتختم يعني لو هتقدم الفقرة اللي جاي أو لحاجة تسيب لي طلعت الفاصل لأن في أبيات حضرتني دلوقتي وأنا بتكلم معاك فلو عندك سؤال بس إديني الخطنة لا تفضل حضرتك قولي الأبيات عشان نخلص بقى بعد يا حالة يسمح لي شعرنا الكبير أمين حداد إن أنا أستعين ببعض أبيات حضرتني دلوقتي من كلامه رجعين رجعين يا حياة رجعين من الماضي رايحين على المستقبل بعزمنا الماضي الدنيا تصبح أجمل يا حياة يا حرية يا روح يا مصرية يعيش وملح وماء الناس ثواسية كلمة وقلناها الدنيا تسمعنا بلدنا معناها قلوب تجمعنا اتجمعوا يا ناس املوا الهوى بحماس املوا الحياة إحساس النور حييجي أكيد رجعين رجعين يا حياة أستاذ محمود اشتركوا في القناة